استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصلك ضيبية صباح اليوم وخلال اللقاء سأرض سموهما جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشان المحلي حيث أكد سموهما الاهتمام الحكومية بتبني المزيد من المبادرات التي ترتقي بالأداء الحكومي وتضمن أن يسير بخطة متسارعة باتجاه المزيد من التطوير والتحديث الذي يتماشى مع متطلبات المرحلة من مواجهات التحديات وتعزيز الفرص التنموية وكد سموهما الدعم الكاملة للقاءات التي تجمع كافة مستويات القيادات في المؤسسات الحكومية وهميتها في بلورة الأفكار والرؤى التي تكفل مزيدا من التحديث الإداري في الجهاز الحكومي وتجعل التطور فيه يسير باتجاه تصعدي ويفضي إلى تحسين أداء الكوادر في الأجهزة الحكومية بما يحقق طموحات ومال المواطنين وبما ينعكس إيجابا على الأداء الحكومي وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا لتوجهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عهل البلاد المفدة في هذا الجانب وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الاستمرارة في تطوير الجهاز الحكومي بما يجعل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل مباشر في مستوى متقدم يحقق آمال وطموحات الجميع ترجمة نانسي قنقر